نقول دائما لها لا تبكيه يا أم الشهيد لا تبكيه فاليوم بدء حياته إن شهيد يعيش يوم مماته ورحب بفضيلة الدكتور محمد وسام وأعتقد أننا بحاجة أيضا إلى أن نستمع إلى كلمة منه بشأن هذه الحرب التي يخوضها رجال القوات المسلحة البواسل وإخوانهم من رجال الشرطة ضد أعداء الحياة وصناع الموت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه بداية نقول هنيئا للشهداء للشهداء الأحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هؤلاء الشهداء الذين رووا سيناء بدمائهم الطاهرة هؤلاء الشجعان الذين أثبتوا للدنيا أن الغدر مهما زاد ومهما طغى فإن له رجالا يكسرونه ويقفون أمامه هؤلاء الذين يكفيهم فخرا أن وصفهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم خير أجناد الأرض وأنهم في مواجهتهم لهؤلاء الخوارج كلاب جهنم قد جمعوا بين فخرين عظيمين الأول أنهم ينتمون إلى خير أجناد الأرض جيش الرباط إلى يوم القيامة والثاني أنهم استشهدوا بأيد الغدر بأيد الخوارج وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد الذي يقتله الخوارج هو خير شهداء الأرض يا سلام فهم خير أجناد الأرض نالوا خير شهادة ينالها إنسان على وجه الأرض وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه يا سلام شر قتلى هؤلاء الخوارج تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه فهنيئا لهؤلاء الكبار الشهداء الذين نالوا رحمة الله عز وجل بهذه الشهادة وهذا الإقدام منقطع النظير هذه العقيدة التي يقاتل بها رجال الجيش والتي يواجهون بها الغدر ويواجهون بها المؤامرات ويواجهون بها الإجرام والإرهاب بكل قوة وبكل شجاعة ويستهنون بهؤلاء الذين لا دين لهم ولا خلق ولا خلاق في الآخرة إنها ملحمة بطولية ملحمة بطولية يصنعها رجالنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وزادهم شرفا ورفعة أن فدونا بدمائهم وأرواحهم هؤلاء الرجال الذين يقفون حائط سد وصد أمام كل المؤامرات التي تحاك بهذا الوطن العظيم فالحمد لله على أن رزقنا بهؤلاء الشجعان وهؤلاء الأبطال وهؤلاء الرجال يكفينا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صلى على هذه الأرض الطاهرة التي تسيل عليها دماء هؤلاء الشهداء عندما جاء في حديث الإسراء أنه قال له جبريل عليه السلام انزل فصلي قال فنزلت فصليت قال أتدري أين صليت صليت في طور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام إذن فهذه أرض وطئتها أقدام الحبيب وتشرفت بجبهة الحبيب وسجود الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهي تزداد وتتنور بدفاع رجالنا وأبطالنا وشهدائنا نسأل الله عز وجل أن يرفعهم إلى أعلى مقامات الشهادة وأن يصبر أهليهم نحيي أم الشهيد أم الشهيد التي يكفيها فخرا أنها قدمت ولدها وفلذت كبدها فداء للوطن فداء للدين فداء للكرامة والعزة والشرف الحمد لله الذي أكرمنا وحفظ بلادنا الحمد لله الذي صد عنا الفتن الحمد لله الذي جعل مصر أمنا وأمانا وسلما وإسلاما لا فضفك مولانا